حدثنا هشيم عن حسين عن هلال بن يساف عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب أوي عن رجل من الأنصار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بما قولي هو الله أحد فكأنما قرأ بثلث القرآن حدثنا عبد الله حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا عبد الوهاب الثقافي وحدثنا عبد الله قال وحدثني وهب بن بقية أخبرنا خالد الواسطي قال الثقافي في حديثه حدثنا أبو مسعود الجريري قال وهب أخبرنا خالد عن الجريري عن أبي مضرة قال قال أبي بن كعب الصلاة في الثوب الواحد سنة كنا نفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعاب علينا فقال ابن مسعود إنما كان ذاك إذ كان في الثياب قلة فأما إذ وصع الله فالصلاة في الثوبين أزكى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وحسن بن موسى وعفان قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت وقال عفان أخبرنا ثابت عن أبي رافع عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا عبد الله حدثنا هدبة بن خالد حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فسافر سنة فلم يعتكف فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين يوما حسن عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن سعيد الجريري عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح عن أبي وحدثنا عبد الله حدثني عبيد الله القواريري حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا الجريري عن بعض أصحابه عن عبد الله بن رباح عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية في كتاب الله أعظم قال الله ورسوله أعلم فرددها مرارا ثم قال أبي آية الكرسي قال ليهنك العلم أبا المنظر والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشافتين تقضي سلملكة عند ساق العرش وهذا لفظ حديث أبي عن عبد الرزاق حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكري بن محمد بن عمري بن حزمين عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعدي بن زرارة عن عمارة بن عمري بن حزمين عن أبي بن كعب قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا على بلي وعذرة وجميع بني سعد وهذايم بن قضاعة قال أبي وقال يعقوب في موضع آخر من قضاعة قال فصدقتهم حتى مررت بآخر رجل منهم وكان منزله وبلده من أقرب منازلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قال فلما جمع إلي ماله لم أجد عليه فيها إلا ابنة مخاض يعني فأخبرته أنها صدقته قال فقال ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر ويم الله ما قاما قام في مالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسول له قط قبلك وما كنت لأقرض الله تبارك وتعالى من مال ما لا لبن فيه ولا ظهر ولكن هذه ناقة فطية سمينة فخذها قال فقلت لهما أنا بآخذ ما لم أمر به فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل فإن قبله منك قبله وإن رده عليك رده قال فإني فاعل قال فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال له يا نبي الله أتني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي ويم الله مقاما في مالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسول له قط قبله فجمعت له مالي فزعما فزعما أن علي فيه أبنة مخاض وذلك ما لا لبنا فيه ولا ظهر وقد عرضت عليه ناقة فطية سمينة ليأخذها فأبى علي ذلك وقالها هي هذه قد جئتك بها يا رسول الله خذها قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الذي عليك فإن تطوعت بخير قابلناه منك وآجرك الله فيه قال فها هي ذه يا رسول الله قد جئتك بها فخذها قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له في ماله بالبركة حدثنا عبد الله حدثني محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله عن عمارة بن حزمين حدثني أبي بن كعب كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه مصدقا فذكر نحو حديث أبي وزاد فيه قال عمارة وقد وليت صدقاتهم في زمن معاوية فأخذت من ذلك الرجل ثلاثين حقة لألف وخمسمائة بعير عليه حثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو سلمة الخزاعي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن الجرود بن أبي سبرة عن أبي بن كعب قال الخزاعي في حديثه قال أبي بن كعب وحدثنا عبد الله بن أحمد حدثناه إبراهيم بن الحجاج حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن الجرود بن أبي سبرة عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فترك آية فقال أيكم أخذ علي شيئا من قراءتي فقال أبي أنا يا رسول الله تركت آية كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمت أن كان أحد أخذها علي فإنك أنت هو حثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن من حدثه عن أم ولدي أبي بن كعب عن أبي بن كعب أنه دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعهدك بأمم الدمين وهو حر بين الجد واللحم قال إن ذلك لوجع ما أصابني قد تقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مثل الخامة تحمر مرة وتصفر أخرى حثنا هشيم أنبأنا يونس عن الحسني أن عمر رضي الله عنه أراد أن ينهى عن متعة الحج فقال له أبي ليس ذاك لك قد تمت عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهن عن ذلك فأضرب عن ذلك عمر أراد أن ينهى عن حلل الحبرة لأنها تصبغ بالبول فقال له أبي ليس ذاك لك قد لبسهن النبي صلى الله عليه وسلم ولبسنهن في عهده حدنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي حدثنا عمارة بن غزية عن سلمة بن كهيل عن سع ساعتا بن سوحان قال أقبله ونفر معه فوجدوا صوتا فأخذه صاحبه فلم يأمروه ولم ينهوه فقدمت المدينة فلقينا أبي بن كعب فسألناه فقال وجدت مئة دينار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فكرر عليه حتى ذكر أحولا ثلاثة فقلت يا رسول الله فقال شأنك بها حدثنا عبد الله حدثني زاكريا بن يحيى بن عبد الله بن أبي سعيد الرقاشي الخزاز حدثنا سلم بن قوتيبة حدثنا مالك بن مغول عن ابن الفضل عن أبي الجوزاء عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال اجعل بين آذانك وإقامتك نفسا يفرغ الآكل من طعمه في مهل ويقضي المتوضع حاجته في مهل حدثنا عبد الله حدثني محمد بن عبد الرحيم البزاز أخبرنا قرة بن حبيب أخبرنا معارك بن عباد العبدي أخبرنا عبد الله بن الفضل عن عبد الله بن أبي الجوزاء عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بلال فذكر نحوه حدثنا عبد الله حدثني مصعب بن عبد الله الزبيري حدثنا عبد العزيز بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن عطائي بن يسار عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة براءة وهو قائم يذكر بأيام الله وأبي بن كعب وجاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو الضرداء وأبو ذر فغمز أبي بن كعب أحدهما فقال متى أنزلت هذه السورة يا أبي فأني لم أسمعها إلا الآن فأشار إليه أن اسكت فلما انصرفوا قال سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبر قال أبي ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وأخبرته بالذي قال أبي فقال صدق أبي حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن إسحاق ابن محمد المسيبي حدثنا أنس بن عياض عن يونس بن يزيد قال قال ابن شيهاب قال أنس بن مالك كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنازل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء بيتستن من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء فلما جاء السماء الدنيا فافتتح فقال من هذا قال جبريل قال هل معك أحد قال نعم معي محمد قال أرسله أرسله إليه قال نعم فافتح فلما علونا السماء الدنيا إذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة وإذا نظر قبل يمينه تبصم وإذا نظر قبل يساره بكة قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قال قلت لجبريل عليه السلام من هذا قال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه فأهل اليمين هم أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكة ثم عرج بجبريل عليه السلام حتى جاء السماء الثانية فقال لخازنها أفتح فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنيا ففتح له قال أنس بن مالك فذكر أنه وجد في الصموات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام ولم يثبت لكيف منازلهم غيرا غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة قال أنس فلما مر جبريل عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح قال فقلت من هذا قال هذا إدريس قال ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح قلت من هذا قال هذا موسى ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح قلت من هذا قال هذا عيسى ابن مريم قال ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قلت من هذا قال هذا إبراهيم عليه السلام قال ابن شيهاب وأخبرني ابن حزمين أن أبن عباس وأبا حبة الأنصارية يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرج بحتى ظهرت بمستوى أسمع صريف الأقلام قال ابن حزمين وأنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الله تبارك وتعالى على أمة خمسين صلاة قال فرجعت بذلك حتى أمر على موسى عليه السلام فقال ماذا فرض ربك تبارك وتعالى على أمتك قلت فرض عليهم خمسين صلاة فقال لموسى عليه السلام راجع ربك تبارك وتعالى فإن أمتك لا توطيق ذلك قال فرجعت ربي عز وجل فوضع شطرها فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال راجع ربك فإن أمتك لا توطيق ذلك قال فرجعت ربي عز وجل فقال هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي قال فرجعت إلى موسى عليه السلام فقال راجع ربك فقلت قد استحييت من ربي تبارك وتعالى قال ثم انطلق بي حتى آت بي سدرة المنتهى قال فغشيها ألوان ما أدري ما ما هي قال ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ كل ألوء وإذا ترابها المسك هذا آخر مسند أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه ترجمة نانسي قنقر